ابن زيدون الوزير والكاتب والشاعر يعد من أبرز شعراء الأندلس عرف بحبه لولادة بنت المستكفي ومن أشهر قصائده أضحى التنائي بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانة تجافينا بنتم وبنا فما اقتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت ما قينا نكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لو لا تأسينا حالت لفقدكم أيامنا فغدت سودا وكانت بكم بيضا ليالينا لا تحسبوا نأيكم عما يغيرنا أن طالما غير النأي المحبين والله ما طلبت أهواؤنا بدلا منكم ولن صرفت عنكم أنامينا ويا نسيم الصبا بلغ تحيتنا من لو على البعد حيا كان يحيينا يا روضة طالما أجنت لواحضنا وردا جلاه الصبا غضا ونسرينا لسنا نسميك إجلالا وتكريمة وقدرك المعتلي عن ذاك يغنينا إذا انفردت وما شركت في صفة فحسبنا الوصف إيضاحا وتبيينا إن كان قد عز في الدنيا اللقاء بكم في موقف الحشر نلقاكم وتلقونا عليك منا سلام الله ما بقيت صبابة بك نخفيها فتخفينا اشتركوا في القناة